بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلِّف رحمه الله تعالى كتابُ النكاح بابٌ في القسم بين النساء حدَّثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدَّثنا عباد بن عباد عن عاصمٍ عن معاذة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنّا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت معاذة فقلتُ لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أقول إن كان ذاك إليّ لم أوثر أحدًا على نفسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيّد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين تقدم معنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خفف الله سبحانه وتعالى عنه فلم يوجب عليه القسم بين نسائه كبقية الناس وقد جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم الآية ولكن النبي عليه الصلاة والسلام من كمال خلقه وكرم طبعه عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه ويعدل مع أن القسم لم يكن عليه واجبا وما كان لنساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن أمهات المؤمنين وهن أقرب إلى مصدر الوحي وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام من غيرهن ما كان لهن أن يعترضن على ذلك ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن القسم عليه واجبا كما قلنا لكنه كان يقسم وإذا احتاج إلى نصيب واحدة من زوجاته فلا يقسم لها في الموعد المحدد كان يستأذن كان يستأذن عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تروي هذا الأمر تقول كان يستأذننا وتسألها هذه الراوية عنها معادة تقول ماذا كنت تقولين يعني إذا استأذنك الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر القسم تقول إن كان ذلك إلي فلا آذن لكن إذا كان الأمر يتعلق بحكم الله سبحانه وتعالى وإعفائه لرسوله عليه الصلاة والسلام من وجوب القسم فلا مناصح حينئذ من التسليم لأمر الله تبارك وتعالى لكن هل هذا الأمر من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من باب الكراهية والتأبي لما حكم الله سبحانه وتعالى به لا لكن هذا من باب بيان الطبيعة البشرية طبيعة البشر أن الإنسان لا يحب أن يستأثر غيره بنصيبه لا يحب وعلى الأخص إذا كان هذا النصيب يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم الواحدة منهن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتها كانت ليلة قسمها هذا الأمر عندها أغلى من كل شيء فكيف تسمح به طواعية وهي تقدر على منعه إذا كان الأمر لها فلم تسمح لكن إذا كان الأمر متعلقا بحكم الله سبحانه وتعالى فلا مناصحينئذ من التسليم وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فكنا رضوان الله تعالى عليهم كنا مستجيبات لأمر الله تبارك وتعالى ولكن الذي ينبغي أن ننبه إليه هو خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصه على القسم والعدل من باب التفضل لأنه لم يكن واجبا عليه وكان إذا اضطر إلى شيء يخالف ذلك كان يستأذن نساءه في ترك القسم حدثنا مسدد أخبرنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابونيس رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء يعني في مرضه فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكم فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عندها فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له نعم وهذا الحديث أيضا في السياق ذاته وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض واشتد عليه المرض وثقل عليه لم يكن باستطاعته أن يدور على نسائه بأن يأتي لكل واحدة في ليلتها يقسم لها كان النبي عليه الصلاة والسلام متعبا من المرض ولكنه لم يفعل ذلك ويسكت بل بعث إلى نسائه فجمعهن فلما اجتمعنا إليه أخبرهن بما يريد قال إني لا أستطيع أن أدور عليكم فإذا أذنتن لي في أن أبقى عند عائشة فأذن له أذن له والإنسان إذا ترك الشيء الذي هو له طواعية بعد أن يستأذن فيه فإن هذا يدل على موافقته ويدل على أنه غير كاره لما طلب منه ومن عادة النفوس أنها إذا قوبلت بالحسنة وإذا قوبلت بالمعروف أنها تسمح وأنها تستجيب الإحسان في المعاملة يؤدي إلى الإحسان في المقابلة فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذا الأمر ترك هذا القسم لظروف الظروف الذي هو فيه الظرف الصحي ولو فعل ذلك لم يلمه أحد لكنه عليه الصلاة والسلام طلب ذلك من نسائه حتى لا يبقى في نفسهن شيء وما كان منهن إلا أن أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن كل واحدة منهن كانت تتمنى أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام عندها وفي بيتها وهذا كله أيها الإخوة تمهيد لأمر قدره الله سبحانه وتعالى ما هو هذا الأمر هو أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة وأن يدفن في بيتها في المكان الذي هو جسده فيه عليه الصلاة والسلام لأنه جاء في الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فهذا تمهيد لقدر الله سبحانه وتعالى الذي أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم المؤمنين عائشة حتى يقبض ثم يقبر في بيتها ما أخرج وقبر في مكان آخر لم يقبر مع أهل البقية ولم يقبر مع شهداء أحد ولم يقبر في مكان آخر ولكنه قبر في المكان الذي قبض فيه وهو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها ولا شك أن هذا الأمر كان مقدرا في علم الله سبحانه وتعالى ولكن هذا الاستئذان كان تمهيدا لما أراده الله سبحانه وتعالى حدثنا أحمد بن عمر بن السرح أخبرنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب أن عروة بن الزبير رحمهم الله حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن السودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهن نعم هذا الذي يرويه عروة رضي الله رحمه الله بن الزبير يرويه عن خالته عائشة وعروة من العلماء الأعلام وهو ممن ورث علما كثيرا ورواية كثيرة عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا وهذا الأمر يتعلق أيضا بقضية القسم ولكن الإنسان لا يستطيع أن يسافر بنسائه كلهن في كل وقت وبالذات النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده تسع نسوة كيف يسافر بهن لكنه كان يحتاج إلى أن يكون معه بعض أهله ومن عدله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرع بين نسائه والقرعة كما يقول العلماء هي طريق شرعي لاستخراج المجهول طريق شرعي لاستخراج المجهول كيف نعرف به هذا المجهول كيف نعرف من هي هذه المرأة التي ستسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نعرف من هو الذي يقدم في هذا المقام كيف نعرف من هو الذي يعطى في هذا المقام هذه مسألة لو تركت بين الناس دون أن يكون فيها أمر يحسم هذا الاختلاف لوقع النزاع لكن القرعة ترضي الجميع لأن كل واحد من من يدخل في القرعة يتوقع أن يكون هو الذي يفوز وهو كذلك كل واحد يمكن أن يكون هو الفائز لكن النتيجة لا تكون إلا لواحد فالجميع يرضى بالنتيجة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بينهن والقرعة تتم بطرق كثيرة إما بعلامة معينة توضع في جملة علامات أو بكتابة أو بورقة أو بشيء ثم توزع الجميع فمن كانت هذه العلامة مثلا عندها أو كان الرقم هذا موجودا فيما كان بيده كان هو الذي يستحق أو كان هو هذا الفائز هذا ليس من القمار هذا ليس من القمار لأن القمار لا يكون إلا ببدل ببدل يعني يدفع كل واحد مبلغا معينا ما يسمونه اليا نصيب هو القمار يدفع كل واحد يشتري بطاقة معينة وتكون البطاقة الرابحة أو الرقم الرابح واحدا ويكون نصيب الرابح على حساب خسارة الباقين لكن القرعة ليس فيها هذا الأمر فهي طريق مشروع في كل ما يمكن أن يحصل فيه الاختلاف تكون فيصلا وتكون حسما لمادة النزاع فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجري القرعة فمن خرجت لها القرعة أخذها النبي عليه الصلاة والسلام معه في السفر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك إذا أراد سفرا وكان النبي عليه الصلاة والسلام هذا مر معنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه والقسم كما يقول العلماء عماده الليل ولكن الليل يتبعه النهار النهار يتبع الليل النهار يتبع الليل إما اليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده كان يتبع الليل وإن كان القسم كما يقول علماء عماده الليل لكن يجوز للمرأة التي لها قسم أن تتنازل أن تتنازل عن قسمها لضرتها إما تنازلا كليا أو لبعض الوقت وهذا حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام التنازل الكل أم المؤمنين سودة رضي الله تعالى عنها وهي أكبر نساء النبي عليه الصلاة والسلام الذين كن في اسمته بعد خديجة رضي الله تعالى عنها كانت سودة أكبرهن سنا وهي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة بعد وفاة خديجة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بسودة ولم يرزق منها بذرية ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كبرت سودة وثقلت امرأة كبيرة السن ثقيلة الحركة فخشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا امر يدور على اذهان النساء وعلى اذهان غيرهن ان المرأة اذا وصلت الى مرحلة معينة قد يستغني الرجل عنها كما هي مستغنية عن الرجل فخشيت ان يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها اني اريد ان اطلقك لكن هي من نفسها خشيت انها لا تستطيع ان تقوم بما يجب عليها للنبي عليه الصلاة والسلام فينتج عن ذلك ان يطلقها فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وهبت ليلتها لعائشة حتى تضمن بقاءها في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فتكون من ازواجه في يوم القيامة في الجنة لان زوجاته عليه الصلاة والسلام في الدنيا هن ازواجه في الجنة في يوم القيامة وهذه كانت خطة حكيمة منها رضي الله تعالى عنها وهي لا تحتاج الى شيء كبرت فوهبت ليلتها لعائشة لماذا وهبت ليلتها لعائشة لانها تعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة اكثر من غيرها وان كان حبه عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الدرس الماضي لعائشة لا يحمله على ظلم غيرها ولا يحمله على ترك القيام بما يجب لغيرها من القسم والنفقة لكن هذا امر قلبي عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من احب الناس اليه؟ قال عائشة فقال السائل من الرجال قال ابوها يعني هي من النساء احب الناس اليه ومن الرجال ابوها ابو بكر رضي الله تعالى عنه فوهبت سودة نصيبها قسمها لعائشة حتى تضمن ان يقبل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الامر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة ليلتها وليلة سودة يعني يقسم لعائشة ليلتين ليلة التي تستحقها بحكم كونها واحدة من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وليلة التي هي لسودة رضي الله تعالى عنها وبقيت سودة في اسمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام اما الهبة المؤقتة في القسم فقد حصلت ايضا لام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهذه عبرة ايها الاخوة هذه عبرة للرجال وللنساء في قضية التعدد قد يظن بعض الناس ان التعدد انما شرع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد اناس كانوا يتنزل عليهم الوحي والرسول عليه الصلاة والسلام بينهم فان طمست في انفسهم حضوض الشيطان لا هم بشر حتى الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه عبرة وفيه اسوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام وفي كل ما حوله ما الذي حصل في هذه الحجة في هذه السفرة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اصطحب ازواجه جميعا في سفر الحج هذا ومنهن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها صفية ابوها يهودي ابوها زعيم اليهود حيي ابن اخطب ومن الد اعداء الرسول عليه الصلاة والسلام فقضى الله عليه بالكبت والقتل قتل وسبيت صفية فاسلمت وقعت في نصيب النبي عليه الصلاة والسلام فاسلمت فتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام واصبحت من امهات المؤمنين ثم لما كانوا في السفر انقطع جمل صفية ما معنى انقطع ضعف عن السير كان لابد لها من جمل تركبه حتى تواصل سفرها وكان مع زينب مع زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها جمل آخر رديف ما عليها احد فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منها من زينب ان تعطي هذا الجمل لصفية ان تركب عليه صفية لكن زينب غلبت عليها غيرة النساء ماذا مالكت نفسها ماذا قالت قالت انا اركب يهوديتك هذه كلمة كبيرة جدا يعني كلمة عظيمة هذه ما هي يهودية هذه مسلمة من امهات المؤمنين فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم هي ادركت بعد ذلك انها وقعت في امر عظيم هذه الكلمة الطائشة التي قالتها والتي لم تحسب لها حسابا اوقعتها في هذه الورطة ماذا تصنع فكرت انه ليس لها مخرج الا ان تأتي الى ام المؤمنين عائشة لتوجد لها مخرجا لتسترضي النبي عليه الصلاة والسلام عنها حتى يعفو عنها في هذا الخطأ العظيم فجاءت الى ام المؤمنين عائشة واخبرتها الخبر وطلبت منها ان تسترضي الرسول عليه الصلاة والسلام عنها وهذا من شعورها بحق الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالت انا صاحبة حق وانا وانا لا حست انها اخطأت في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام ام المؤمنين عائشة وافقت لكنها اشترطت شرطا ما هو هذا الشرط قالت وتهبي لي ليلتك فوهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فعائشة رضي الله تعالى عنها ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واسترضته اتهى الأمر ثم قامت عائشة رضي الله تعالى عنها فتزينت وربما تعطرت وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خيمته كانت قد أخذت نصيبها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأاها النبي قال اتق الله يا عائشة فإنه ليس يومك قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أخبرته القصة فالشاهد أن الإنسان يستطيع أن يتنازل عن حقه كله أو بعضه لمصلحة معينة وهذا حصل من أمهات المؤمنين كما قلنا حصل من سودة بأن تنازلت عن حقها كله رغبة في أن تبقى في أسمة النبي عليه الصلاة والسلام وحصل من زينب عندما استرضت لها عائشة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كله يدل على أن صاحب الحق لا يجوز أن يأخذ حقه بدون رضاه لا بد أن يرضى صاحب الحق بأن يترك حقه نعم باب في الرجل يشترط لها دارها حدثنا عيسى بن حمات أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير رحمهم الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم هذا الكلام الحديث هذا يتعلق بمسألة الشروط في العقد الشروط في عقد النكاح عقد النكاح عقد من العقود والعقود في شريعتنا يجوز أن تكون فيها شروط لكن هذه الشروط لها شروط أيضا الشروط هذه لا يجوز أن تكون في كل شيء لا بد أن تكون هذه الشروط موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون هذه الشروط غير منافية للعقد يعني مثلاً عقد البيع لو أن الإنسان باع سلعة باع سيارة أو باع داراً أو باع حباً أو ثمراً أو كذا لغيره هذا أمر مشروع تفقوا على الثمن أعطاه الثمن لكنه شرط عليه في الدار قال بشرط أن لا تسكنها إذن لماذا يشتريها؟ اشتري دار تشترط عليه أن لا يسكنها؟ أو تشتري دابة أو سيارة ويقول له بشرط أن لا تركبها؟ المقصود من العقد ما هو؟ الانتفاع بالمعقود عليه فإذا كان الشرط يترتب عليه إبطال وإلغاء مصلحة العقد هذا الشرط غير جائز يعني لو زوجه ابنته أو أخته وشرط عليه قال بشرط أن لا تدخل عليها العقد هذا غير صحيح غير صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط ليس في كتاب الله يعني لا يدل عليه شرع الله فهو باطل فهو باطل لكن إذا كان الشرط صحيحا لا يتنافى مع مصلحة العقد نفسه كلام هذا فيه تفصيل طويل للعلماء لكن المهم هذه هي الخلاصة فيجب الوفاء به يجب الوفاء بالشرط لأنك أنت قبلت بهذا العقد بهذا الشرط فلا بد أن توفي به فإذا تزوج امرأة وشرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها أو كما في هذا العصر مثلا شرطت عليه أن تكمل تعليمها دراستها أو شرطت عليه أن تعمل في وظيفتها هذا الشرط لا يمنع من مصلحة العقد عقد النكاح في السكان في الاستمتاء في إنجاب الأولاد لا يمنع هذا فيجب على العاقد أن يوفي بهذا الشرط بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يقول إن أحق يعني أولى وأوجب ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج يعني هذه الاستمتاع بها استحلالها كان محرما حتى جاء هذا العقد لكن جاء هذا العقد بهذا الشرط فهذا الشرط أوجب الشروط في الوفاء ما يأتي بعد أن يدخل بها ويقولها تعالى نسافر أنا لا يناسبني هذا البلد أريد أن أنتقل إلى بلد آخر أو تكون هي موظفة يقولها لا لا خلاص ما في وظيفة كما يحصل من كثير من الناس أو بعض الناس بعد عدة سنين عديدة يقول هذا شرط قديم كان ما في شيء قديم جديد هذا في شرع الله ما دام هذا الشرط ثابتا فلا يجوز له أن يخل به وهي بالخيار بالخيار إذا خالف هذا الشرط إما أن تقبل وإما أن يفسخ العقد من حقها أن تفسخ العقد لأنها إنما قبلت به بهذا الشرط بهذا الشرط فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على أهمية الوفاء بالشروط بل يجعل الشرط الذي في عقد النكاح أولى وأحق وأوجب بالوفاء من بقية الشروط باب في حق الزوج على المرأة حدثنا عمر بن عون أنبأنا إسحاق بن يوسف عن حسين عن الشعبي رحمهم الله عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق نعم هذا الحكم الذي ورد في هذا الحديث يتعلق بحق الرجل على زوجه على امرأته ولهذا قصة هذا قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله عنه وهو من أجواد العرب ومن فرسانهم ومن أهل المكانة في قومه وهو ابن سعد ابن عبادة زعيم الخزرج رضي الله تعالى عنه وعن أبيه ذهب إلى الحيرة في تجارة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الناس في الحيرة في العراق يسجدون لمرزبان المرزبان هذا القائد العظيم الفارس فوجد الناس يسجدون له فوقع في نفسه هذا المنظر لأنه رأى أن في هذا تقديسا وتعظيما لهذا الإنسان الذي يسجد الناس له فتفكر في نفسه ورأى أنه ليس أحد من الخلق أحق بالتعظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرزبان ولا ملك ولا غيره فلما جاء إلى المدينة ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له القصة ثم قال يا رسول الله لأنت أحق أن يسجد لك إذا كان هذا السجود جائزا فأنت أحق البشر بأن يسجد لك النبي عليه الصلاة والسلام ما نهره ولا كهره هذا من أسلوب التعليم إن الإنسان يناقش بما يعلم ويرد إلى الأشياء المستقرة في نفسه تبدأ من الأشياء التي تتفق أنت وغيرك عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال له أرأيت لو مررت بقبري بعد موتي أكنت تسجد له قال لا قال فلا تسجد لأن الإنسان هو الإنسان في قبره أو في حياته هو 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 لا تسجد لا تسجد مع أن السجود هذا كان عند الأمم السابقة من الأمور المباحة المعروفة المعروفة دليل على الإكرام ودليل على التعظيم في قصة يوسف عليه السلام الرؤية التي رآها قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا ابني لا تقفص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا لأحد عشر إخوته هذا تأويلها والشمس والقمر أبوه وأمه هذا السجود تعظيم وليس سجود عبادة كرام ثم لما دخلوا عليه بعد القصة الطويلة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا هذه الرؤية التي رآها فيما مضى فالسجود كان في الأمم السابقة مباحا لكنه في ديننا محرم لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يسجد أحد لأحد من البشر محرم ممنوع وهذا لا غرابة فيه أشياء كثيرة كانت محرمة على الأمم السابقة وأبيحت في ديننا وأشياء كانت مباحة في دينهم ثم حرمت في ديننا ومنها هذا السجود السجود لا يجوز أن يسجد أحد لأحد والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربط هذا الأمر بأمر آخر تنبيها على مكانته وعظمه وأهميته قال لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو كما يقول علماء اللغة حرف امتناع لامتناع ممتنع هذا الأمر لأن الله حرمه ممتنع لكن لو كان هذا لو قدر هذا فإن أولى من يسجد لمخلوق آخر المرأة أن تسجد لزوجها وإن كان هذا محرماً لكن لو فرض هذا الأمر واقعاً لكان هذا الزوج هو أحق بهذا أن تسجد له امرأته لأن حقه عليها عظيم حق الرجل على امرأته حق عظيم هذا الأمر ليس من تشاهي النفوس وليس من الافتراضات الخيالية التي لا وقع لها لكن هذا حكم الله سبحانه وتعالى الله هو الذي خلق الرجال وخلق النساء كلهم من خلق الله سبحانه وتعالى خلق الرجال للنساء وخلق النساء للرجال ولا يمكن أن تقوم الحياة وأن يعمر الكون بدون وجود هذين الصنفين الرجال والنساء لو كان الكون كله رجال خربت الدنيا انقرض الرجال وانتهى الكون ولو كان الكون كله نساء لحصل ذلك أيضا عندما ينقرض هذا الجيل خلاص لا يخلفه جيل آخر فلحكمة الله البالغة قضى الله سبحانه وتعالى أن يوجد هذين الصنفين لتستمر الحياة العلاقة بين الرجل والمرأة لكن لا يمكن في ميزان العقل أن يكون الرجل والمرأة في قيادة الحياة الزوجية سواء تخرب الحياة الآن القيادة كما يقولون إذا كثر كثر الربابن غرقت السفينة هذا يريدها تتجه يميناً وهذا يريدها تتجه يساراً وهذا يريدها تتوقف فتداهمها الأمواج فتغرق لا بد في كل هيئة اجتماعية من وجود قيادة وهكذا في كل نواحي المجتمع الأسرة القبيلة البلد الدولة لا بد أن يكون فيها زعيم لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا لا بد أن تكون هناك قيادة تقود ولي الأمر هذا لماذا ضرورة وجود ولي الأمر في الحياة في أي دولة في أي مجتمع ليس طرفاً ضرورة لا لأنه أفضل أفضلهم لا لكن لأنه أكثرهم مسؤولية ويجب أن يستمع الجميع له وأن يطيعوا هل وجدتم دولة في الدنيا الآن فيما نعلم في عالمنا المعاصر أو فيما نقرأ في التاريخ ليس لها زعيم دولة هكذا يعيش الناس الناس يتخصمون الناس يحصل بينهم الشقاق تحصل بينهم المشكلات تحصل بينهم الأمور الصغيرة الأمور العظيم من يفصل بينهم لا بد من وجود رأس قيادة تفصل بينهم فالحياة هذه حياة الأسرة إذا لم يكن لها رئيس إذا لم يكن لها زعيم إذا لم يكن لها قائد ستفسد ولا يصلح أن يكون هذا القائد مرة ومرة مرة تكون المرأة هي المسؤولة ومرة يكون الرجل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ميز كل صنف من هذين الصنفين بخصائص معينة تناسب طبيعته الرجل تكوينه الجسدي قدرته أكثر من المرأة يواجه في الخارج يقابل يتعب يشقى يتحمل المرأة مهما قيل من أنها تتحمل وتصبر لكن تكوينها ضعيف جسدها عواطفها مشاعرها دائما المرأة فيها ضعف ليست كرجا لا يقال بأنه الآن فيه بعض النساء تدربنا وأصبحنا في باب الرياضة وباب المصارع كم هذه؟ كم عدد هؤلاء النساء؟ وهل هذا هو الأصل في طبيعة النساء؟ هذه خارجة عن طبيعة النساء إذا وجدت امرأة مصارعة الآن وتحمل أثقال هذه أصبحت تشبه بالرجال حتى ربما لو عرضت هذه للزواج ما يتزوج بها أحد ماذا يريد من هذه؟ يريد أن يأتي برجل مثله إلى بيته؟ ما لا يقبل به فلذلك المرأة لها طبيعة لا تقوم الحياة بدونها العطف والرقة والحنو والقدر على تربية الأطفال وتنشئته والحمل والإرضاء الرجل يريد أن يحمل الرجل والذين يدعون إلى التساوي كان بعض الكتاب المسلمين يقول إذا أردتم التساوي فاجعلوا الرجل المرأة تحمل سنة مرة والرجل يحمل مرة كيف يمكن هذا؟ ما يمكن التكوين الخلقي التكوين الخلقي في المرأة هو المستعد لتلقي النطفة وأن يتكون الجونين في بطنها ليس هذا للرجل ثم الرجل لا يستطيع الإرضاع والسهر مع الأطفال والقيام بهم والصبر عليهم حتى ينشأوا الرجل عندهم مواصفات أخرى المرأة لا تستطيعها إذن في هذا الباب في باب قيادة الأسرة الزمام يسلم لمن لا بد أن يسلم لمن يقدر أن يدير الأمور في الداخل وفي الخارج أن يتحمل مسؤولية هذه الأسرة لا بد أن يكون كذلك فالرجل الرجل هو القائد إذا استشعرت المرأة هذه المسؤولية أنها بطاعتها لزوجها في هذه الأسرة تؤدي حقا لله سبحانه وتعالى وتسعى لمرضاتي كانت على أجل عظيم كما جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام المرأة وافدت النساء كان الحديث فيها هذا مقال لكنه في جملته يعني له شواهد أن هذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليك النساء الصحابيات اجتمعنا وتذاكرنا أمور الخير أمور الإسلام ووجدنا أن الرجال فضلوا على النساء بأشياء كثيرة طيب هن يريدنا أن يكون لهن أن يكون لهن من هذا الفضل شيء ماذا يصنعن اخترن هذه المرأة العاقلة لتذهب للنبي عليه الصلاة والسلام لتعرض عليه هذا الأمر فذهبت إليه قالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليك نعم اسماء بنت يزيد بن السكن الأسلمية رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليك أنا جئت لهذا الغرب وإنكم معشر الرجال قد فضلتم علينا بالجمع والجماعات صلاة الجمعة واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء صلاة الجمعة فيها فضل عظيم من بداية خروج الإنسان وتبكيره واستعداده ودخوله للمسجد وحضوره للخطبة أشياء كثيرة جدا لقد المرأة ليس لها ذلك والجماعات صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال ليست على النساء صلاة الجماعة صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين درجة والمرأة ليس لهذا والجهاد والحج أشياء كثيرة ذكرت جملة من هذه الأمور فما لنا يعني ما هو البديل نريد أن يكون لنا شيء يسد هذا النقص ويعوضنا فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على منطقها قال هل سمعتم كلام امرأة قط في شأن دينها أحسن من هذه منطق ما جاءت تقول عطونا زيدوا في نفقاتنا أكسونا أعملوا كذا لا جاءت تسأل في قضية قضية أجر وثواب وما يقرب من الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام لها اعلمي أيتها المرأة وأخبري من ورائك من النساء أن طاعة إحداكن لزوجها وقيامها في مرضاته يعدل ذلك كل المرأة المسلمة والفتاة المسلمة يجب أن تنشأ على هذا المعنى هذا ليس عبودية وليس استرقاقا وهذا الرجل الأجنبي عنها قبل أن يتزوج بها ليس له عليها حق إنما نشأ الحق من هذه العلاقة المشتركة بينها وبينها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة درجة هذه درجة القوامة لكن تحتاج طاعة قوامة تحتاج إلى طاعة القوامة تحتاج إلى احتساب القوامة تحتاج إلى صبر لا بد أن تصبر المرأة وتعلم أن هذه القضية أن قيامها بهذا الحق يكتب لها به أجر الصيام وأجر الجمع وأجر الجماعة وأجر الجهاد بهذا العمل لا بد أن تعرف أنها مأجورة أجراً عظيماً على هذا العمل لكن في المقابل الرجل ليس له استرقاقها واستعبادها لا ينبغي أن يظن الرجل أنه بهذه القوامة قد ملكها أصبح تأمةً له يصنع بها كما يشاء لا لا وعاشروهن بالمعروف الله سبحانه وتعالى ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة إذا لم يكن هذا الأمر كما ذكر الله سبحانه وتعالى فسدت الحياة لو كانت درجة الرجل ودرجة المرأة في قيادة الأسرة واحدة فسدت الحياة لكن الرجل في النهاية هو المسؤول الأول فمن عظم هذا الحق النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها وكما قال عليه الصلاة والسلام حدثنا محمد بن عمر الرازي أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا أيضاً مما يتعلق بطاعة المرأة لزوجها أعظم حقوق النكاح أعظم حقوق الزواج الاستمتاع حل الاستمتاع إنسان يتزوج لماذا ليعف فرجه الولي حصن نفسه هذا أعظم الحقوق والرجل إذا افتقد هذا الأمر قد يدفعه الشيطان والعياذ بالله للوقوع في الحرام وأقرب ما يطفئ نار شهوته ويبعده عن الحرام أن يستمتع بزوجه بهذه المرأة التي تزوج بها وهذا الحق مشترك حق الاستمتاع كما يقولون مشترك بين الرجل والمرأة للمرأة فيها حق وللرجل فيها حق وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الآداب الواجبة في هذا الإنسان ما يأتي ويهجم لا بد أن يقدم ولا بد أن يمهلها لها حق في هذا لها حق في هذا لكن الرجل إذا دعاها طلب منها هذا الأمر فأبت عليه رفضت فأدى به ذلك إلى الغضب غضب منها وبات غضبان بسبب ماذا؟ بسبب رفضها طاعته في الفراش قال لعنتها الملائكة حتى تصبح إثم عظيم إثم عظيم هذا لكن المسألة كما يقول علماء فيها تفصيل إذا دعاها فأبت طيب هذا الإباء لسبب أو بدون سبب إذا كان هذا الإباء بسبب مرضها بسبب تعبها عندها ما يمنعها من ذلك فلا حرج عليها في ذلك لكن الإباء لكن الإباء الذي يترتب عليه اللعن وغضب الله سبحانه وتعالى أن تكون قادرة لا يمنعها شيء من ذلك لكنها ترفض هذا الأمر لا تطيعه فحينئذ تستحق اللعن لكن هذا إذا بات غضبان عليها لكن لو طلب منها فأبت فرفضت فقبل هو فسكت لم يغضب طلب منها فأبت فسكت ما غضب لا تستحق اللعن إذن اللعن هذا مشروط بأمرين ما هما الأمر الأول أن تكون قادرة على تلبية ما طلب منها والأمر الثاني أن يظل غضبان عليها لكن لو لم يغضب ما تحقق هذا الأمر ويجب يجب على الرجل أن يراعي أحوال وظروف زوجه يا بشر متعبة من الأولاد من البيت لها ظروف صحية سفار سهر لا بد أن يراعي هذا أيضا يعني كما يقول الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني الرجل أيضا يجب أن يعتبر بنفسه لو كان هو في حال من المرض أو من التعب أو من السهر فطلبت منه هي كيف يكون يعني الحال كما تريد يجب أن تؤدي ما تحب أن يؤدى إليك لا بد أيضا أن يكون الرجل مدركا لهذه الأمور ولا ينبغي أن نتذرع بظواهر الأحكام الشرعية ونقول هي ملعونة وهي كذا لا بد أن نراعي ظروفها أيضا يعني هذه الأمور إنما يتحقق فيها الحكم الشرعي إذا تحقق الشرط وانتفى المانع ما عندها مانع والزوج كان غضبان عليها لكن إذا لم يكن الزوج غضبان هذا يدل على أنه متسامح أو كانت هي لها عذرها كان لها عذرها فهذا الشريعة تعفو عنها لأن الشريعة في باب الأعذار عذرت في أشياء كثيرة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج باب في حق المرأة على زوجها حدثنا موسى بن اسماعيل خبرنا حمد أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله يعني مرة معنا هنا حقوق الزوج أو بعض حقوق الزوج على زوجه يوجو بالطاعة وعلى الأخص في الفراش ورعاية الزوج في ماله وأهله وولده وبيته وضيوفه لكن أيضا هذا الحق على المرأة يقابله حق على الرجل وهذا الرجل رضي الله تعالى عنه الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما حق زوجة أحدنا عليه نحن علمنا حق الرجل على زوجه لكن ما هو حق المرأة على زوجها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن تطعمها إذا طعمت هذا يتعلق بباب الإنفاق يعني ما تختص أنت بدونها بشيء أكلت تعطيها تطعم وتلبسها أو تكسوها إذا اكتسيت ذهبت في مناسبة معينة أو في أيام العيد أو في أيام الشتاء أو في كذا فاكتسيت وأنت قادر أيضا تكسوها قال إذا اكتسيت أو اكتسبت وهذا فيه معنى لطيف إذا اكتسبت معنى إذا ما عندك شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن إذا اكتسبت عندك قدرة واكتسيت فمن حقها عليك أن تكسوها بعدين قال لا تضربها وإذا ضربت فلا تضرب الوجه لأن الوجه هذا أيها الإخوة هو محل الزين من الإنسان فعندما يعتدي عليه أحد يضربه أو يخدشه أو يؤذيه هذا الأذى أعظم من الأذى الذي يقع على بقية الجسد ولذلك في الجراحات وفي الضرب الضرب الذي يقع في الوجه والجراحات التي تقع في الوجه أعظم قيمة من الجراحات التي تقع في بقية الجسد هذا الوجه بعدين الضرب الذي يقع فيه يظهر للناس ليس كالضرب في الظهر في بقية البدن فالإنسان يخجل لو ذهب الإنسان وفيه ضربة في وجهه أو المرأة فيها ضربة في وجهها أمام جاراتها وصديقاتها ونسائها هذا شيء مخجل بالنسبة تنكسر نفسها من الرؤية هذا لا تضرب الوجه يعني إذا اضطررت إلى الضرب فلا يكون يعني هذا في الوجه والضرب هذا لو وقع في بقية البدن أيضا يجب أن لا يكون ضربا مبرحا هذا الضرب الشديد هذا الضرب إنما يكون للدواب للحمير للبغال للجمال لكن ما يكون البني آدم ويقول النبي يسعى وضربوهن ضربا غير مبرح ضرب أدب يعني باليد بالسواك بعصى خفيفة في ظهرها في بعض أجزاء جسمها لكن أما هذا الضرب في الوجه أو الضرب بالعصى الغليظة أو شج رأسها أو إسالة دمها هذا يعني ليس من خلق الإسلام وإن كان هذا يقع بين الناس لكن هذا ليس من أخلاق الإسلامي في شيء قال ولا تقبح يعني المسألة تتجاوز أيضا قضية الضرب في الوجه لا تتجاوز هذا حتى إلى الأشياء المعنوية ما تقول قبحك الله يعني هذا كلمة شنيعة جدا وإن كانت هي معنوية ما تلتصق فيها لكنها بعض كما يقول بعض الأدباء يقول ما يجرحه السنان الرمح أو السيف قد يلتأم لكن ما يجرحه اللسان لا يلتأم جرح عميق غائر يبقى في النفس قال لا تقبح لا تقبح ما تقولها قبحك الله طيب هي لو أصبحت قبيحة من الذي يخسر أولا أنت الذي تخسر أنت الذي تخسر فلذلك لا تنسوا الفضل بينكم كما يقول الله تبارك وتعالى هذه آية عامة ولا تنسوا الفضل بينكم في شأن الأزواج وفي شأن غير الأزواج يجب أن يتذكر الإنسان أحسن ما يعرف في شأن هذه العلاقة يغضب كل واحد يغضب لكن لا يجاوز بهذا الغضب مداه فلا يضرب في الوجه ولا يقبح ولا يقصر في حقها في إطعامها وفي الإنفاق عليها وفي كسوتها وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما إثم عظيم يكتسب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول في رواية من يقوت يعني من يجب عليه قوته زوجه أوجب الناس عليه زوجه وأولاده أوجب الناس عليه بل إن الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد ليس فقط واجبا يؤديه الإنسان وينتهي الأمر عند هذا هو أعظم أبواب الأجر قال دينار أنفقته على زوجك ودينار أنفقته على الناس أيهما أعظم أجرا قال الذي أنفقته على زوجك أعظم أجرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعز دينه ويظهر كلمته وينصر عباده المسلمين المستضعفين والمضطهدين والمشردين في كل مكان إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا